موسيقى 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 القانون طبعا ده لازم نحفظه لانه قانون مهم جدا وهيفضل معنا لسنوات قادمة ان شاء الله اللي هو قانون الميل ازاي نجيب الميل عن طريق نقطتين بيمر بيه طيب تعال ان كده نشوف اول مثال عندنا مثال اربعة صفحة تسعة وسبعين بيقولك اوجد ميل المستقيم المر بكل نقطتين من النقاط القاتين سالب اتنين وصفر وواحد وخمسة ازاي احسب الميل بدون ما اغلط في اشارة اول حاجة تسمي النقط اللي عندك سين صاد سين صاد تمام وتكتب ميم يساوي ميم اللي هو رمز الميل القانون فوق بنترح صاد وتحت بنترح السين طيب هنطرح فوق الصاد هنبدأ من اي صاد بكيفك براحتك يعني بدأت من صاد الاولى صح او من صاد التانية صح هيطلع نفس الناتج المهم تبدأ من نفس النقطة مع الصاد ومع السين انا هبدأ من عند الخمسة هاخد خمسة ناقص سفر الصاد التانية هي السفر طيب لما اجيب ابدأ من عند السين اخد السين هبدأ من عند الواحد طيب يا سوز ما ينفعش تبدأ من عند سليب اتنين خطأ لانك بدأت من عند الخمسة في الصاد يبقى تبدأ من عند الواحد في السين من نفس النقطة يبقى هقول واحد ناقص. بعد الناقص يجي سالب اتنين. سالب ورا سالب اخليها موجب على طول. اطرح بقى يبقى خمسة ناقص صفر بيساوي خمسة على واحد زي اتنين اللي هي تلاتة. وبكده الميل يساوي خمسة على تلاتة في افسط صورة. طيب ازاي نجيب الميل من على الرسم? الميل من الرسم يا شباب لما يكون عندك رسم بياني زي اللي احنا شايفينه على اليسار ده وعايز تجيب الميل على طول. الميل بنقسم الرأسي اللي هو التغير الرأسي زي ما عرفنا على التغير الافكي. تمام? هتختار اي نقطة هتتحرك منها والي يكون هتحرك ده. من عند النقطة دي الاولى اللي هي سالب اتنين وصفر. خلي بالك. لما تتحرك لفوق موجب. طب لو لتحت سالب. فوق موجب وتحت سالب على محور صاد. طب لو تحركت يمين موجب ويسار سالب. اتجاهات الحركة دي مهمة جدا. تعال بقى نتحرك من عند النقطة سالب اتنين وصفر. هطلع لفوق بالخط الازرق ده نعد كم وحدة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طلعت خمس وحدات لفوق يعني موجب خمسة. وبعد كده همشي يمين عد معي واحد اتنين تلات. وصلت للنقطة التانية بتلات وحدات يمين. اسم الرأس على الوفوقي. الرأس هو الخمسة. يبقى خمسة على تلاتة. ده تحديد الميل من على الرسم. تمام? تعال نشوف مسألة تانية. بقى سالب تلاتة واربعة واثنين وسالب تلاتة. بنفس الطرق هنستخدم القانون. هكتب كده سين صاد. سين. صاد. وقت ميم يساوي رمز الميل. فوق بنترح صاد وتحت بنترح سين. قلت لك ابدأ من عند اي صاد انت عايزها براحتك. لنفترض ان انا هبدأ من هنا. الصاد الاولى بتاعت اربعة. طب والصاد التانية بكام? بسالب تلاتة. طب سالب ورا سالب يديني مو جاب تلاتة. لما اجي ابدأ من عند السين لازم ابدأ من نفس النقطة اللي بدأت فيها من الصاد. انا هابدأ من هنا. يبقى السيني الاولى بتاعت هي سالب تلاتة. طب مين اللي يجي بعدها? اتنين السين التانية اللي هي اتنين. اجمع فوق اربعة زي تلاتة سبعة. وتحت اجمع بنفس الاشارة يدينا سالب خمسة. السالب يا شباب دايبا من تخليه مع البسط او جنب الكسر. يبقى الناتج النهاية سالب سبعة على خمسة. ما تسبش السالب مع المقام. حطه جنب الكسر او مع البسط. يبقى سالب سبعة على خمسة. ده الناتج النهاية. طب لو انا عايز احسب الميل من على الرسم. اتفقنا. هنحسب الميل من على الرسم هنعد. ونقسم الرأس يعرفه كزي المسالة اللي فاتت. هنبدأ من عند النقطة مثلا سالب تلاتة اربعة. عد معي همشي مين? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. مش يتيمين خمس وحدات. انزل تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. نزلت سبعة اكتب سالب. لان نزلت الاسفل واحنا لدينا الاسفل سالب. هقسم الرأس على الوفق. الرأس سالب سبعة. والوفق هو الخمسة. وبكده كنت جبت الاجابة. بممكن تجيبها عن طريق القانون او عن رسم البياني لو كان عطيك رسم ببياني. تعالي نشوف التمرين الاخراني اللي هو جيم. بيقول لك عايزين ميل المستقيم المر بالنقطتين. سالب تلاتة وسالب واحد واتنين وسالب واحد. برضو هكتب سين صاد سين صاد ميم يساوي. فوق بنترح صاد وتحت بنترح سين. يلا هبدأ من عند الصاد الاولى. تمام? يلا الصاد الاولى سالب واحد. طب والصاد التانية كان برضو سالب واحد. سالب ورا سالب يدي نموجة بواحد. هنبدأ من عند السين الاولى اللي هي دي. سالب تلاتة. طب والسين اللي بعدها اتنين. تكتب اتنين. فوق سالب واحد زائد واحد اشارات مختلفة نطرح يدينا سفر على نجمع تحت بنفس الاشارة سالب خمسة. سفر على اي عدد غير السفر يساوي سفر. ايه بنتك سفر? انت ملاحظة المستقيم ده مستقيم افقي. خلي بالا. وهنا نقول ملاحظة ان اي مستقيم افقي ميلو سفر. المستقيم الافقي يا شباب دائما ميلو يساوي ايه سفر? دي قاعدة. ليه? لان لما اطرح الصادات بيطلع سفر لان دائما الصاد ثابتة زي ما انت شايف كده. الصاد الاولى بسالب اتنين والصاد بسالب واحد. والصاد التانية برضو بسالب واحد. لان الصاد بتكون ثابتة. فنطرح في البسط يدينا سفر. وسفر تحت علي عدد غير السفر ساوي سفر. واضحة? طب لو انا عايز اجيبه منعرس. اختار اي نقطتين على الخط المستقيم. وليكن اختار النقطة دي. والنقطة دي. لما اجي هتحرك رأسيا. رأسيا. طبعا هتتحرك يلفو يلتحت. ينفع. انت عايز توصل للنقطة دي. يبقى مش هتحرك رأسيا. يبقى الحركة الرأسية تكون بسفر لانك لا هتطلع فوة لا هتنزل تحت. انما هتحرك ناحية الايه? اليمين خطوطين. يعني سفر على اتنين يطلع سفر. واحد يقول لي بس دي سفر على سلب خمسة ما تفرقش. اختار اي نقطتين. هتكون الحركة الرأسية سفر لان مش هتطلع فوة لا هنزل تحت. انا هتحرك يا يمين يا يسار. يعني هيكون المقام ده هي عدد غير الاتنين سلب خمسة اربعة سبعة سفر على اي عدد غير السفر بيساوي سفر. واضح انت? تمام. ايبقى ميل المستقيم الوفقي يساوي سفر اكتبها عندك بقى عشان تبقى عارف. طب تعاني شوف تحقق? تحقق من فهمك اربعة لف. بيقول لي اوجد ميل المستقيم المر بكل نقطتين. طبعا هنا مفيش رسم. ما اعطانيش رسم. خلاص هنجيبها بالقانون على طول. اكتب كده سين صاد سين صاد. هقوله مين يساوي? مين يساوي? تمام? فوق نطرح الصاد وتحت نطرح السين يلا بينا. هنبدأ من عند الصاد التانية دي. عادي براحت. نبدأ من هنا. يبقى الصاد ننزل ده بس تحت عشان نعرف نكتب. يلا الصاد الاولى سالب اتنين. طب والصاد التانية كام? سالب اتنين برضو. سالب ارا سالب يبقى موجة بالتنين. واضحت كده. تعالى بقى للسين هنبدأ من عند السفر. يبقى السين بسفر. السين الاولى بسفر. السين التانية بسالب اربعة. سالب ارا سالب يبدأ موجة باربعة. فوق نطرح لان الاشارات مختلفة يروحوا مع بعض بسفر. وتحت سفر زاد اربعة باربعة. سفر علي عدد غير السفر يساوي سفر. تمام? طيب السؤال اللي بعده اربعة بقى. ميم يساوي? فوق نطرح صاد وتحت نطرح سين. هكتب كده سين صاد سين صاد. الصاد الاولى باربعة. الصاد التانية باثنين. السين الاولى سالب ستة. السين التانية سالب اثنين. سالب ورا سالب الديني موجة بتنين. اطرح فوق اربعة ناقص اتنين ادنا اتنين. وتحت اطرح باشارة الاكبر. لان الاشارات مختلفة الديني سالب اربعة. نبسط نقسم فوقه تحت على اتنين. وما تنساش السالب بيطلع فوق. السالب اللي مع المقام بطلع فوق. يلا اسم اتنين قسمة اتنين فهل واحد. واربعة قسمة اتنين فهل اتنين. يبقى الناتج سالب نص. وبكده نكون اه حطينا او وضعنا الناتج في ابسط صورة. يبقى الميل بيساوي سالب نص. تعال نشوف مثال اخر. مثال خمسة بيكلمك عن الميل غير المعرف اللي هو بتاع المستقيم الراسي. بيقولك اوجد ميل المستقيم المر بالنقطتين سالب اتنين واربعة وسالب اتنين وسالب تلاتة. برضو بنفس الطريقة بالقانون هكتب كده سين صاد سين صاد. ونكتب ميم يساوي. فوق نطرح صاد وتحت نطرح سين. يلا بينا نبدأ من عند الصاد الاولى. صاد الاولى اربعة. الصاد التانية سالب تلاتة. سالب ورا سالب يديني موجب تلاتة. بعد كده نبدأ من عند الصين الاولى. سالب اتنين. بعد كده الصين التانية اللي هي سالب اتنين برضو. سالب ورا سالب يبقى موجب. اجمع فوق يديني سبعة. وتحت سالب اتنين زياد اتنين اشارات مختلفة اطرح يديني سفر. سبعة قسمة سفر. كلنا عارفين ان القسمة على السفر ليس لها معنى منزو زمن بعيد. انت عارف الكلام ده. ان ما يمفعش جاسم على سفر. اذا اقول له غير مع Rose. لان دي كمية غير معرفة. او قيمة غير معرفة. فقول لي الميل غير معرفة. انا مانفعش جاسم على سفر. وضع سبعة قسمة سفر. قيمة غير معرفة. فقول له الميل غير معرفة. لو انت عايز تجيبه من على الرأس. التغير الافق. يعني مسلا انا هختاري النقطة دي والنقطة دي. اي اتنين. تلاتة اربعة. طلعت اربعة وحدات. قسمة التغير الايه? الافكي. طب ما انت وصلت للنقطة اساسا. يعني لها تروح يمين ولا هتروح يسار. يعني التغير الافكي سفر. واربعة على سفر غير معرف. والاحت الفكرة? طيب. تعال بقى نشوف تحقك من فهمك. بيقول لي اوجد ميل المستقيم المر بكل نقطة طيب. بكل زوجين من النقاط القاتة. ستة وثلاثة وستة وسبعة. هكتب له كده سين صاد سين صاد. طبعا في طالب ممكن يقول لي يا استاذ السين نفس السين يبقى المكان طرحه بسفر. واي عدد قسمة سفر يبقى غير معرف على طول من غير متعب نفسه اللي مصبوط. كلامك صح. بس احنا هنا عايزين نتعود على ايه? على ان احنا نستعمل القانون مش اكتر. بعودك ازاي تستعمل القانون. ميم يساوي? فوق نطرح صاد وتحت نطرح سين. يلا بينا. الصاد الاولى هاخد السبعة. ناقص الصاد التانية تلاتة. السين الاولى هاخد ستة. ناقص السين التانية اللي هي ستة. سبعة ناقص تلاتة اربعة على ستة ناقص ستة سفر. اربعة قسمة سفر غير معرف. ما ينفعش هاسم على سفر. يبقى ميل المستقيم الرأسي غير معرف. لازم نحفظ الكلام ده يا شباب ميل المستقيم الرأسي. غير معرف. وقبل كده قلنا ميل المستقيم الوفق يساوي سفر. الحاجات دي بتيجي في الاختبار دائما. طيب خمسة بقى. برضو نفس الكلام هنكتب له كده سين صاد سين صاد. سلب تلاتة واثنين وسلب تلاتة وسالب واحد. برضو هقول له ميم يساوي. فوق نطرح صاد وتحت نطرح سين. الصاد الولى هي الاتنين. الصاد التانية سالب واحد. سالب اورا سالب ببن موجب واحد. طيب يلا انا اخذ السين. السين الولى مين? السين الولى هي سالب ثلاثة. اللي مع الاتنين. سابدا بسالب ثلاثة. السين اللي بعدها هي برضو سالب ثلاثة. سالب اورا سالب ادي موجب ثلاثة. اجمع فوق اتنين زيد واحد ادينا ثلاثة وتحت نطرح لان الاشارات مختلفة ادينا سفر. تلاتة قسمة سفر غير معرف. وبكده يا شباب نكون عرفنا ان المستقيم الرأس يميله غير معرف كده عندنا كم حالة في الميل؟ اربع حالات للميل الميل له اربع حالات الميل موجب لو وقفت على يسار الخط المستقيم وصعدت الخط يعني ده صعد صعد من اليسار لليمين هيبه الميل موجب لو انت وقفت على يسار الخط المستقيم ونزلت هيبه الميل سالك فانا بسمي المستقيم هنا نازل من اليسار لليمين لو وقفت على اليسار هنا ومشيت في خطه أفقي يعني لا صاعد ولا نازل يعني لا موجب ولا سالب يبقى الميل بيساو سفر وده المستقيم الأفقي ميل المستقيم الأفقي ساو سفر الحالة الخاصة اللي هي الميل غير معرف لما يكون المستقيم رأسي يبقى يا شباب المستقيم الرأسي ميله غير معرف المستقيم الأفقي ميله ساو سفر المستقيم لما يكون صاعد من اليسار لليمين يكون الميل بتاعه موجب نازل من اليسار لليمين بيكون ميله سالب اربع حالات للميل لازم تكون عارفه تعالى بقى ناخد اخر تمرين عندنا في الفيديو بتاعنا هو ايجاد الاحداث اذا علم الميل يعني بديك الميل ونقطتين فيهم حرف مجهول او رمز مجهول ويطلب منك قيمته بقولك اوجد قيمة راء التي تجعل ميل المستقيم المر بالنقطتين واحد واربعة وسالب خمسة وراء المجهول هنا وراه يساوي تلتين بل الميل بيساوي تلتين وعطيك نقطتين خلاص ما علينا هنطبق القانون يا شباب هنطبق ليه القانون يعني انا هاخد النقطتين اللي اعطهم لدول اللي هو ايه اللي هو واحد واربعة والنقطة التانية سالب خمسة وراء والميل بيساوي تلت هشتغل قانون الميل عادي خالص يعني هقول له دي سين ودي سات دي سين ودي سات وهقول له ميم يساوي فوق نطرح صاد وتحت نطرح سين صح يا ولله مش احنا متعودين على كده طب انا هبدأ مناني صاد من هنا يفضل البدء من النقطة اللي فيها المجهول يعني لو بدأت من هنا صح يا بردو انا هبدأ من عند الراء الصادة الاولى هي الراء الصادة التانية هي اربعة السينة الاولى هي سالب خمسة والسينة التانية هي الواحد طب نبسط راء ناقص اربعة ينزل زي ما هو وسالب خمسة ناقص واحد يعني نجمع بنفس الاشارة اشارات متشابهة دي ناسالب ست صح كده ده الميل يا شباب انا هاخد الميل ده وسويه بالطلت ما هو الميل بيساوي طلت واضحت كده الميل بيساوي طلت يبا انا هقول له كده ده بيساوي طلت يبا اقول له كده راء ناقص اربعة على سالب ستة يساوي طلت مش البيل بيساوي طلت خلاص. سويته بتويته. طب وبعد كده نعمل ايه? نضرب ناتج ضرب الطرفيني سوى ناتج ضرب الوسطين. اللي هو بنسموها حرف الاكس. يعني انا هضرب التلاتة هنا. وهضرب السالب ستة هنا. واضحت? طب يلا نضرب التلاتة الاول. هضرب التلاتة في الحدين اللي هما رأى نقص واحد. هكتبها كده جوه قوس. رأى نقص اربعة. تلاتة مضروبة في رأى نقص اربعة. طب وبعد كده حاولي يساوي السالب ستة مضروب في الواحد. سالب ستة ضرب واحد بسالب ستة. طب وبعد كده نوزع التلاتة داخل القوس. وزع التلاتة. تلاتة ضرب رأى بتلاتة رأى. موجب في سالب بسالب وضرب لتلاتة فاربعة باثناشر. يساوي سالب ستة. بقت معادلة المجهول فيها رأى هات هات قيمة رأى. هعمل ايه? هنقل السالب اتناشر بعكس الاشارة. هنقل السالب اتناشر بعكس الاشارة. يبقى تلاتة رأى يساوي. سالب ستة زائد اتناشر. يبقى تلاتة رأى يساوي. اطرح باشارة الاكبر. يدينا ستة. اقسم على تلاتة. يبقى الرأى تطلع بتساوي. اتنين. وكده كون خلصت. المسألة. تمام? تعال شوف تحقك من فهمك نفس الطريقة. بيقول لي اوجد قيمة رأى. اوجد قيمة رأى التي تجعل ميل المستقيم المر بالنقطة تايني. سالب اتنين وستة. رأى وسالب اربعة يساوي سالب خمسة. يبقى الميل بيساوي يا شباب بيساوي سالب خمسة. يلا نبدأ على طول هقول له كده. سين صاد سين صاد. انا هبدأ من النقطة دي. ليه? يفضل بدي منه عشان الرأى موجودة فيه. خلاص يا شباب? يلا بينا. هنطبق على طول قانون الميل يا ابطال يلا. يبقى اقول له? فوق نطرح صاد وتحت نطرح سين. الصاد الاولى هي سالب اربعة. طب والصاد التانية هي ستة. السين الاولى هي الرأى. والسين التانية هي سالب اتنين. طب سالب يجي ورا سالب يبقى موجة باتنين. يساوي. الميل بيساوي كان بيساوي سالب خمسة. عملت منه عادلة على طول المرات. وضحت. طيب. نبسط الموضوع ده. فوق سالب اربعة وجنبها سالب ستة. اشارات متشابهة نجبع بنفسها اشارات دين سالب عشر على را زاـد اتنين يساوي سالب خمسة. مقامة يس سالب خمسة واحد؟ السالب خمسة مقامة واحد. يلا نعمل نفس ما عملنا هناك. هنعمل ضرب تبادولة. هضرب السالب خمسة في را زاـد اتنينорон. سالب خمسة هاضربها في الفي القوس را زادي اتنين. يساوي نضرب سالب عشرة في واحد. وسالب عشرة ضرب واحد بسالب بعشرة. طيب Moh نوزع السلب 5 تنضرب داخل القوس. سلب 5 ضرب را بسالب 5 را. سلب 5 ضرب 2 سالب في موجة بسالب و 5 في 2 بعشرة. سالب 10 ضرب 1 بسالب 10. ننقل العشرة بتغيير الاشارة يا شباب. يبقى سالب 5 را يساوي سالب 10 والسالب 10 التانية تيجي موجة ب 10. يبقى سالب 5 را يساوي. سالب 10 زايد 10 اروحوا مع بعض بسفر هطرح يدينا سفر. اسم على سالب 5 في الطرفين السالب 5 را عالسالب 5 يبقى را بتساوي سفر قسمة سالب 5 بسفر وبكده كون خلصت المسألة واجبت قيمة را بالتوفيق للجميع وان شاء الله انتظروا الدرس السادس والاخير في الفصل الثاني اللي هو المتتابعة حسبية. مع السلام.